السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم على قناة التفيذي وإلى موضوع جديد موضوع حلقة اليوم يتطرق للفرق بين التحولات الفيزيائية والتحولات الكيميائية والتحولات النووية وكيفية تمييز بين هذه التحولات الثلاثة سنبدأ أولا بماذا نعني بتحول تحول مجموعة وتحول من حالة بدئية إلى حالة نهائية تكون لدينا مجموعة في حالة بدئية ثم تتطور إلى حالة أخرى تسمى بالحالة النهائية وكل حالة تتميز بمجموعة من المقادير التي تميز المتغيرات التي تحدد حالة المجموعة في كل حالة المجموعة بالنسبة لنا قد تكون إما جزء من جزء الصلب من أجسام ذات أبعاد صغيرة متناهية في الصغار إلكترون، نوترون، نواد، دراء إلى آخرين قد نتحدث كذلك عن أجسام ذات أبعاد كبيرة الأرض، القمار، وكل ما يوجد بين هذين الحدين كذلك بالنسبة للأجسام السائلة جمس سائل دو حجم صغير جداً أو كبير جزئات إلى آخرين كذلك بالنسبة للأجسام الغازية، جزء من غاز مجموعة غازات في الحالة الأخيرة أو مجموعة سوائل أو خليط من سوائل وغازات إلى آخرين كمثال هنا مثلاً احتراق مثلاً الكربون في تنائي الأكسجين دعاً المجموعة هنا في الحالة البدئية هي الكربون وتنائي الأكسجين ثم في الحالة النهائية سنحصل بطبيعة الحال على مجموعة في حالة أخرى كيف نميز حالة المجموعة؟ إذن لنحدد حالة المجموعة بتحديد قيم المقادير التي تميز المتغيرات المتعلقة بهذه الحالة مثلاً في الحالة البدئية ما هو ضغط المجموعة، ما هي كمية مادتها، ما هو حجمها، ما هي درجة حرارتها، ما هو تركيزها إلى آخرين ثم في الحالة النهائية ما هو ضغطها، ما هي كمية مادتها، ما هو حجم إذن المقادير أو المتغيرات التي تميز المجموعة في الحالة البدئية والمقادير التي تميزها في الحالة النهائية كيفما كانت هذه المجموعة الآن ماذا يعني بتحول مجموعة؟ باختصار، تحول مجموعة هو تطورها من حالة بدئية إلى حالة نهائية بحيث الحالة النهائية تخلف الحالة البدئية يمكننا أن نتساءل عن ما هي أنواع تحولات صفة عامة تحولات يمكن أن تكون فيزيائية، يمكن أن تكون كيميائية، يمكن أن تكون نووية يمكن سؤالنا المحوري حول هذه الحلقة وكيفية التمييز بين هذه الأنواع إذن هذا يدفعنا إلى أولا معرفة ما الفرق بين النوع الكيميائي والعنصر الكيميائي بعدما تعرفنا على ماذا يعني بتحول وماذا يعني بمجموعة شيء أساسي هو التمييز بين النوع الكيميائي والعنصر الكيميائي يمكن أن تكون درات، يمكن أن تكون أيونات، يمكن أن تكون جزئات لكن شرق أن تكون كلها متشابهة فيما بينها وتمثل بنفس الصيار نخدم مثلا الماء كنووة كيميائي إذن يتكون من جزئات الماء تكون من جزئات الماء فنقول نتحدث هنا عن النوع الكيميائي الماء وبطبيعة الحال نرمز دائما للنوع الكيميائي بصيغة هذه الوحدة التي هي H2O في هذا الميتر نفس الشيء بالنسبة لنوع الكيميائي الكلور فهو مجموعة من جزئات جنائي الكلور سعي الجوج كم الحوضة فقط يمكن أن تكون من الأجسام الخاليسة والخلاق باستعمال هذه التعريف للنوع الكيميائي الأجسام الخاليسة تكون من نوع كيميائي وحيد نقول ماء خاليس تكون فقط موحد النوع الكيميائي لهم جزئات الماء فقط الخليط عندما يكون هناك نوعين كيميائيين مثلا ماء صنبر يتكون من جزئات الماء نوع كيميائي يتكون من الكلور إلى آخرين من الأنواع الكيميائية بينما العنصر الكيميائي هو كذلك مجموعة الوحدة يمكن أن تكون درات أو أيونات لأن العنصر الكيميائي مظهر يمكن أن يظهر على شكل درات يمكن أن يكون على شكل أيونات لكن الشرط وهذه المجموعات تتميز بنفس العدد الدري يعني نفس عدد البروتونات الموجودة في نواتها كمثال إذا أخذنا فليز الحديد أو أخذنا محلول مائي لكبريتات الحديد الثاني عفوا أن هناك كتبت كبريتات المعاس أو في مثل إيموغلوبين في كل هذه الأجسام نجده عنصر الحديد F-E إذن فليز الحديد في F-E أيونات الحديد الثاني F-E-2 الثاني زائد وكذلك يدخل في تركيب الجزئات لإيموغلوبين في الكريات الحمرة إذن يمكن أن يظهر لنا على شكل درات على شكل أيونات أو مكون من مكونات جزئ جزئة إذن في كل حالات ثلاثة فنحن نتحدث هنا عن عنصر الحديد F-E إذن سواء في الإيموغلوبين أو في محلول كبريتات الحديد F-E-2 زائد أو في فليز الحديد نجد كل هذه الأجسام ثلاثة فكلها تتكون أو يدخل في تركيبها وحدات اللي هي كتميز بنفس العدد الدر F-E ندعو نفس العدد الدر اللي كان عند F-E-2 زائد في كل هذا كنقول بأنه عنصر الحديد أو كانت تكون يدخل في تركيبها عنصر الحديد F-E-2 إذن بالنسبة لنا إذا أردنا أنه نفهم جئدا المقاررة ما بين عنصر كيميائي والنواء الكيميائي إذا كنا بسادة مجموعة بداخلنا في مقلب مدى يمكن أن تكون هذه المجموعة يمكن أن تكون من نوع كيميائي واحد وهذا النوع الكيميائي الواحد يمكن أن يتكون Pearl-E 2 من عدة عناصر كيميائية أو يمكن أن يتكون من عنصر كيميائي الواحد إذا أخذنا مثلا المجموعة هي غاز شنائل الهدروجال إذن هناك نوع واحد ثم هنا لدينا عنصر واحد الذي يدخل في تركيب تنائي الهيدروجين إذا خذنا المجموعة مثلا لماء لدينا نواء كيمياء واحد ولكن لدينا عدة عناصر كيمياء يدخل في تركيب هذا النواء لدينا عنصر الهيدروجين وعنصر الأكسجين يمكن كذلك للمجموعة التكون عدة أنواع كيميائية مثلا إذا أخذنا مجموعة المكونة من الكربون وتنائي الأكسيجين إذا وجدنا نوعين كيميائيين وبالطبيعة الحل عندنا عدة عناصر كيميائية بالنسبة لنسبة لنrieلة الكربون قائناع عنصر الكربون ثم بالنسبة لنarla تنائي الأكسيجين قائناع عنصر الأكسيجين الآن يمكن أن نكتشف الآن الفرق ما بين تحولات الثلاثة عن طريق ملاحظة الأمثلة الثالثة مثال الأول نحدد هل هو تحول فيزيائي أم كيميائي أم نووي مثال الثاني مثال الثالث مثال الرابع مثال الخامس ثم مثال الثالث ثم مثال الثالث لنبدأ بالمثال الأول فهو تحول فيزيائي ثاني تحول كيميائي ثالث تحول نواوي ثاني تحول فيزيائي ثاني تحول كيميائي ثاني تحول نواوي ثاني تحول فيزيائي إذا لاحظنا جيدا نسبة التحولات الفيزيائية فمثال كرة المضرب حالتها البدئية هي حالة قبل أن تخضع لتأثير المضرب إذا عند خضوعها لتأثير المضرب تتشوى إذا عندما تتشوى فالذي يتغير هو شكلها فقط أو ضغط الذي تخضع له إذا يكون يختلف الضغط في الحالة البدئية يعني الضغط في الحالة النهائي إذا هناك تحول تحول لكن هل كرة المضرب تغيرت إلى يعني الأنواع الكيميائية التي تتكون منها؟ هل وقع عليها تغير؟ لا فهي دائما عبارة عن كرة لم تتحول إلى شيء آخر إذا فهو تحول فيزيائي نفس الملاحظة بالنسبة ل انصهار الجديد انصهار الجديد قبل وبعد في الحالة البدئية وفي الحالة النهائية فهو دائما عبارة عن جزئات الألمان بالنسبة للمثال لإحتراق غاز البوتان إذا فغاز البوتان في الحالة البديئة عندنا غاز البوتان وتناي الأكسجين في الحالة النهائية نحصل على تناي الأكسجين الكربون والماء في حالة إحتراق كامل إذا هذا التحول وقع فيه تغيير فيه النوع الكيميائي كان لدينا جزء الأنواع وفي الأخير حصلنا على نوعين مختلفين نوعين في البداية كانوا البوتان وتناي الأكسجين وفي الحالة النهائية كان لدينا الأنواع الماء وتناي أكسيد الكربون وفي الأخير اختلافهم في النوع الكيميائي في المثال الثالث لدينا دوتريوم وتريسيوم وفي الأخير حصلنا على هليوم ونوترون ما الذي تغير ما بين الحال البداية والحالة تغييره على مستوى العنصر الكيميائي تغييره في النواات لدينا دوتريوم ولا تريسيوم ظهرت عندنا عناصر جديدة اللي هي اليوم ونوترون وخلال التحول هذا يحدده كذلك عدم الحفاظ الكتلة حكس التحولات السابقة التي ذكرناها فهي يحدث التحولات بالنسبة لأمثلة الأخرى أترك لك كيفية تحاول أن تفسيرها خصوصا انتباه جيدا بالنسبة للدوبان فالدوبان هو تحولون فيزياء فيزيائي إذا حاول أن تتعرف على معنى الدوبان ولماذا اعتبرناه تحولان فيزياء فيزيائيا كخلاصة بينما التحول النووي لا يحدث هناك انحفاظ للكتلة شكرا على انتباهكم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لتشجيعنا لانتاج المزيد